التسول أيضا من الأمور اللي إحنا نريد نخلي العقوبة عليها أكثر لكن أغلب حالات التسول إحنا اليوم من نرجع لها نرجع لها اللي هي سوء المستوى الاقتصادي للعائلة يعني مو هو مثلا طالع مشتهي أو هي فدمهنة وإن كانت مهنة لبعض المافيات إحنا هسا ليش نريد نحارب التسول إذا هو فقير وعد لراتب رعاية اجتماعية واحتمال إذا أكثر من 15 سنة نوفر لفرصة عمل وغيرها هذه أمور أخرى لكن الموضوع أنه إحنا نريد نقضي على المافيات اللي حاليا ده تجند الأطفال للتسول إحنا هذا الهدف من التسول الأصلي أنه هل هذا الطفل فعلا وراء عائلة فعلا هي المستوى المادي والاجتماعي لها ضعيف أو اليوم من أدز على ولي أمر الطفل اللي هو راح آني ألقام وتسول بالشارع اليوم هذا الهدف من أنه إحنا نريد نأكد على التسول أنا مو أريد أأكد على التسول من أخذ من عنده تعهد أول مرة للولي الأمر وثاني مرة أقول له يا بترى إذا لقينا طفلك متسول إحنا راح نخلي عليك عقوبة سجن لأن كون أنت المفروض تحميه أو أمه أنت إليش الحضانة إذا ما تقدرين تحضنين الطفل فخلي يرجع يوم أبوه ولا تخليه بالشارع لأن احتمال هذه راح تكون من أسباب سقوط الحضانة عن الأم ليهش لأن هو الأب يجب أن أولا هو يحقق المصروف اللي يكفي للطفل واثنيا راح يخلي الطفل إذا أثر على تربيتها لأن مثل ما قال الأستاذ السوق هو أكثر الأمكنة اللي تأثر على الطفل إذا تأثر على تربيتها وعلى تعليمها فإذا هاي من الأسباب اللي تسقط بها الحضانة وإذا أتي ما قادرة أنه تحضنين الطفل وتراعيخه هذا من حق أنه أبوه لأنه بما أنه هو الوليد جبري مالتا أو جدة إذا هو كان الأب متوفي بما أنه هو الولي الآخر مالتا هم المفروض يقومون على رعايته هم يقومون على دعمه هاي الأمور إحنا اللي نتناقش بها لهذا أنا أقول هذا القانون قانون حساس جدا يجب أن تصاغ فقراته صياغات رصينة حتى لا يكون مجال لاجتهادات